اهلا بحضراتكم من جديد شفنا ازاي ممكن المعلومات المغلوطة توصل بمستوى التفكير لغاية فين وازاي الاهلي يبقى له هذا التصور عند الناس وللأسف اعلاميين او يفترض ان هم بيوصفوا بالاعلاميين لكن لما الامر في حتة ربط الاهلي بالزمالك باستمرار لالي زمالك عنده مشكلة ربنا يساهل ويساعد القائمين عليه ان هم يحلوها يتال ليه الاهلي طب ما هو الاهلي وكأنه اثارة المشكلة بتاعت الزمالك مقرونا بالاهلي يحلها الربط مع الاهلي يحلها مثقف وسيناريست بقيمة دكتور متحة العدل برضو مستخدم نفس المنطق وهو في ضيافة الاستاذ خير رمضان نشوفه 256 مليون فلوس للفيفا ميزانية اكتر تصل لربعمائة مليون طب خليني بس اكمل معاك طب كامل ارض مش قادر تبني فلوس مسحوبة من بنوك من الشركات والاجارات كل دا كل دا ما تسمعوش لانه كل دا كلام جرايت لانه وقع الامر ان مرتضى منصور مسدد قصد الارض بتاعت اكتوبر انا مجبت استيرت فلوس الارض انا قلت ارض عايزة تبني طب هو الاهلي بنا يعني لأ ايوا انت بقلك المدة القلنية يا ليت سحب اسمع بس هو انا كل ما اكلمك عن الزمالك كل الاهلي طب ما تسيبنا اتكلم اتفضم нуش عايزة تسيبنا كلم انا مجبت كسرة الاهلي اولا ما انت بتكلمني على نادي فبرض عليك بsizederna لا انا عايز الاهلي عليه فلوس للدولة والزمالك عليه فلوس للدولة انا معاولش نالاهلي عليه فلوس للدولة طب ازا مكانش الاهلي عليه فلوس turd الدولة مش حاجة تاني البرنامج ده كل أندية مصر مديونة للدولة كل 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 حضرتك نادي الزمالك بكل هذا الحب وانت عارفت أدق التفاصيل موجودة في كل ملفاته إذا أصبح الدكتور متحة العدل رئيس لنادي الزمالك إيه أولويات نادي الزمالك يجب أن يعامل معاملة النادي الأهلي في إيه بتقول شركة وي طرعا نادي الأهلي شركة وي دي شركة خاصة ولا شركة تابعت دولة تابعت دولة بطع أعمال حاجة كده يعني يبقى لازم شركة وي طرعا لا لزي ما طرعا الزمالك طرعا لإسماعيل وتطرعا لنصر انتت عايزه أنا ما ليش تعلق هذا شركة الله انتتعتقد انها بتعمل كده ولا بتعملها بمعايير هذا النادي بطولاته قد إيه لا 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 انسى اللي انت بتقوله ده لإن اللي انت اللحظةك بتقوله ده ده كلام اللي اعلق لأ انت عمرك شفت البي بي سي بطلع نادي ارسنال طيب هنا نقدر نتكلم بجد شوية وبكل الاحترام والتيديل لكل اصحاب الرؤى المختلفة هو حتى الست خير رمضان قال له انا كل ما اسألك على الزمالك تقول للاهلي قال له اه هتسألك على النادي هتسألك ارد عليك بنادي وهي هنا المشكلة لدرجة انه الدكتور مطحة العدل يقول له الزمالك ما بناش الارض قال له الاهل ما بناش لاهل ما بناش لاهل ما بناش انا الارض بالزبط الاهل والزمالك اخدوا في يوم واحد ارض ستة اكتوبر ولما اتسحبت ملة اتنين لاسباب مختلفة خاصة بالوزارة الاسكان وقتها تم تخصيص اراضي بديلة الزمالك ما بناش حاجة تخصه حتى وان كان دفع الفلوس بس اتأخر في الانشاء حسب اشتراطات الوزارة الاسكان دي حاجة تخص الزمالك بس يا دكتور مطحة والاهل ما بناش ايه بالزبط ده الاهل بنى شيخ زايد في عهد الكابتن حسن حمد واستكمل البناء وافتتح المكان المهندس محمود طاهر وبيعمل اضافات كبيرة وتوسعات انشائية مهمة جدا مجلس الكابتن محمود الخطيب فاصدك ما بناش ايه بالزبط يعني ما بناش الشيخ زايد بجد يعني ده الاهل بالمناسبة بنى التجمع وهيفتتحوا في شهر عشر اللي جاي يعني فتتاح المرحلة الاولى من مقر الاهل الجديد في الشيخ في في التجمع الخامس هيبقى في شهر عشر اللي جاي فانا مش فاهم علشان الزمالك ما بناش يبقى ما الاهل ما بناش بس ما قالش ما بناش ايه لو تقصد ما بناش الاستاد ده قضية تانية خالص لانه الكلام للزمالك على فرع اكتوبر وده حاجة تخص الزمالك ما تخصش الاهل زي بالزبط الزمالك على فلوس لا 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 ده كلام جرايد لا مش كلام جرايد اللي قال كده السادة مسؤوله نادي الزمالك دلوقتي هم اللي اعلنوا الارقام اذا كانت كبيرة او صغيرة هم اللي اعلنوها مش النادي الاهلي برضو انه يتال ما هو النادي الاهلي مديون لا انا عشان اكون اكثر حرصا في الجزئية دي قبل الهوى سألت الاساس خالد درندلي امين صندوق النادي الاهلي قال لي رقم واحد ارض الشيخ زايد احنا سددنا مقابلها بالكامل دي ما بتفوعه وملك الاهلي معلناش والارض مملوكة للنادي الاهلي ارض التجمع الخامس احنا بنسدد الاقصاد بتاعتنا في موعدها المتفق عليها ده حمام السباح هنا في الشيخ زايد اه اللي ما تبناش لزا اللي اعطت العشاشة دي يا شباب في الشيخ زايد اه فالاهلي ما بناش ازاي الاهلي مش مديون سيس خالد درندلي قال لي احنا سددنا كل التزاماتنا عن كل حاجة تخصينا للدولة الاهلي موقفه الضريب سليم 100% ومسدد التزاماته موقفه من التأمينات سليم 100% ومسدد التزامات دكتور متحط يروح بقى برنامج الوستس خير رمضان تاني او لا ده حاجة تخصه بس الاهلي له مديون والاهلي بنى وافتتح ووسع وبيتوسع في الانشاءات جزئية بقى الشركة الرعية ليه تدي الاهلي ما تديش الزمالك تاني ما هي دي قيم تسوقية هو انا دلوقتي دكتور متحط لعد الرجل منتك يعني هي الفكرة مش بيدي عشان اهلوية اه بيدي يعني بيدي الاعتبارات التسوقية خاصة بتقييم الموقف الاعلاني لك دوه ولا منحة ولا هبة ولا دي ازازة زيت في بطاط التموين الزمالك ياخد اكتر من الاسماعيل الاهلي ياخد اكتر من الزمالك الاسماعيل ياخد اكتر من الاتحاد مؤكد كل شركة رعية عندها قيمها وعندها تقييمها مش فكرة ان الاهلي بياخد يبقى التاني مظلوم لانه مؤكد ان الدكتور متحة العد في شركة الانتاج اللي خاصة بيهم لما بيدي اجور الفنانين في اي عمل سينمائي من المؤكد ان الاجور متراوحة ومختلفة كله حسب قيمته في تقديره هو كمنتج واهميته في الشباك بالنسبة له هو مش بالنسبة لحد تاني ارقام السوق بتقول له ايه بيدي لانه هو منتج فالشركة الرعية بتدي هذا النادي او ذاك قيمة معينة وفقا لاستحقاقه في القيمة التسويقية انما تسألنا على الزمالك هرد عليك بالاهلي دي مسألة غريبة ومش هتحل مشاكل لا للزمالك ولا حتى مفيدة للجمهور في الشارع باستمرار الزمالك عمل كذا يبقى لا الاهل عمل كذا لا الزمالك في بعض المواطن والمواقف يستحق الاشهادة ولا يستحقها الاهلي الاهلي يستحق اللوم ولا يستحقه الزمالك والعكس ليه باستمرار لدرجة انه الزمالك ما بناش طب ما الاهل ما بناش وتعدي كده ما بناش ايه ما عرفش نتمنى فصل الامور عن بعضها علشان على الاقل المشاكل تتحل الزمالك عنده مشاكل ربنا يساعد المجلس الحالي برأسة الكابتن حسين اللبيب يحلالة باستمرار احنا بنقول مفيش اهل قوي بالشكل الكافي بدون زمالك قوي ودي كلها اجنحة الرياضة المصرية اللي بتستخدمها نتمنى انه الامر بالذات عند ناس عندها قدر من الوعي والثقافة كان الحلقة اللي فات استعرضنا حجم الانفاق هنا وهنا اه على الفرق الرياضية وكابتن بيدو قال لك حجم الانفاق والالتزامات المالية بالنسبة لفرق التزامالك قد ايه والاهلي قد ايه فالمسألة مش مسألة هي مسألة كيفية ادارة الاموال انك انت يعني معظم معظم يعني لو الاهلي مثلا عنده لعيبة ما خدتش مستحقته واشتكت كان حيبق عليه يعني غرامات عليه عقوضات من الاتحاد الدولي طيب هو بيعافي بالتزاماته عشان كده معلوش ما حدش اشتكاه لا مدرب ولا لعيب ولا اي حد لان واخدين حوقهم فالمسألة يا جماعة عشان نتكلم بجدية مسألة كل واحد يشوف المشاكله حيحله حيفكر في مشاكل غيره حيفكر في غيره مش حيحله حاجة بالضبط ده المنطقة